بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي التلاميذ اليوم الدرس الرابع من الوحدة الأولى الدرس الرابع من الوحدة الأولى احنا تكلمنا بالدرس الأول عن الدرانات والدرس الثاني عن الأبصال والعفو الدرس الأول عن التكاثر الخضري التكاثر بالبذور والدرس الثاني عن التكاثر الخضري وتكلمنا بالتكاثر الخضري عن الدرانات التكاثر بالدرانات والتكاثر بالأبصال والدرس الثالث كان عن التكاثر الخضري الاصطناعي تكلمنا عن التكاثر بالتطعيم والتكاثر بالأقلام اليوم رح نتكلم عن التكاثر بالفسائل الدرس الرابع سوف يكون عن التكاثر بالفسائل ما الفسائل؟ يشتهر بلدي العراق بكثرة نخيله أو الذي ينتشر في مساحات واسعة وتسمى ثمار النخيل التمر وهو من الأغذية المهمة والأساسية ويتكاثر النخيل بواسطة الفسائل فمن هنا نأتي إلى تعريف الفسيلة ما هي الفسيلة؟ هذا تعريف الفسيلة أو الفسائل يأتي يأما يقول ما هو أو ما المقصود بالفسيلة أو يقول ما هو المقصود أو ما المقصود بالفسائل هي نفس التعريف نمو جانبي ينشأ من قاعدة الساق وتطابق الفسيلة النبات الأم في خصائصها العامة إذن إلى هنا يأتي تعريف الفسائل أو الفسيلة يبدأ من نمو جانبي وينتهي بخصائصها العامة وهو من التعريف المرشحة الوزارية المرشحة الفسيلة نمو جانبي ينشأ من قاعدة الساق وتطابق الفسيلة النبات الأم في خصائصها العامة إلى هنا يأتي التعريف تنتج الشجرة المؤنثة فسائل فراغ يأتي على شكل فراغ فسائل مؤنثة الشجرة المؤنثة تنتج فسائل مؤنثة وتنتج الشجرة المذكرة فسائل مذكرة هناك نوعان من فسائل نخلة التمر نوع يخرج من قاعدة النخلة الفتية ونوع آخر ينمو مرتفعا على الجذع على الجذع ويسمى الفسيلة الهوائية إذن النوع الذي ينمو من قاعدة النخلة هو الفسيلة النامية الفسيلة النامية أما النوع الذي ينمو مرتفعا على الجذع يسمى الفسيلة الهوائية ومن هنا نأتي إلى تعريف أنواع الفسائل هناك نوعان من الفسائل فسائل نامية وفسائل هوائية الفسيلة نامية هي الفسيلة التي تنمو من قاعدة الساق تنمو من قاعدة الساق يعني تكون جذورها في التربة مع جذور النخلة الأصلية فإذن الفسيلة النامية هي الفسيلة التي تنمو من قاعدة الساق أما الفسيلة الهوائية هي الفسيلة التي تنمو مرتفعة عن الساق قد يأتي على شكل تعريف وقد يأتي على شكل مقارنة طبعا هذه أيضا من المقارنات الوزارية المرشحة ما الفرق أو قارن بين الفسيلة النامية والفسيلة الهوائية الفسيلة النامية هي الفسيلة التي تنمو من قاعدة الساق والفسيلة الهوائية هي الفسيلة التي تنمو مرتفعة عن الساق هذه تأتي على شكل مقارنة وهي مهمة أيضا جدا من المقارنات المرشحة الوزارية بهذا الشكل تكتبون المقارنة تكتبون فسيلة نامية فسيلة هوائية تحت الفسيلة النامية تكتبون هي الفسيلة التي تنمو من قاعدة الساق وتحت الفسيلة الهوائية تكتبون هي الفسيلة التي تنمو مرتفعة عن الساق طبعا تكون الفسيلة النامية حول قاعدة النخلة والمتصلة بالأرض أصلح للزراعة أيضا قد يأتي سؤال أو تعليل لماذا تكون الفسائل النامية حول قاعدة النخلة المتصلة بالأرض أصلح للزراعة دائما الفسائل النامية تكون أصلح للزراعة من الفسائل الهوائية الجواب لأنها تحتوي على الجذور التي تساعدها على النمو السريع هذا هو الجواب أيضا من التعاليل المهمة المرشحة لماذا تكون الفسائل النامية أكثر أو حول قاعدة النخلة أصلح للزراعة من الفسائل الهوائية الجواب لأنها تحتوي على مجموعة من الجذور التي تساعدها على النمو السريع نادرا ما تتم استخدام الفسائل الهوائية في تكثير النخل وخاصة عند توفر الفسائل الاعتيادية يعني قليل يستخدمون الفسائل الهوائية في تكثير النخل هنا السؤال ما أنواع فسائل النخل؟ الجواب فسيلة نامية نامية وفسيلة هوائية هذه أنواع الفسائل في حالة وجود الفسائل الهوائية على جذع النخلة بعيدا عن التربة أشياء يعملون حتى يفصلون هذه الفسيلة ويزرعوها في مكان آخر يوضع صندوق خشبي يوضع صندوق خشبي أو كيس مثل ما موجود هنا في هذا الشكل حول قاعدة الفسيلة يوضعون حول هذه القاعدة كيس أو صندوق خشبي بحيث يحيط بجذع النخلة كاملة يملأ الصندوق بمزيج من التراب يضعون التراب في هذا الصندوق أو هذا الكليس الكيس البلاستيك يضعون التراب والسماد ويتم ريه طبعا لمدة ستة أشهر هذا يبقى الصندوق أو الكيس مربوط حول هذه قاعدة هذه الفسيلة النامية لمدة ستة أشهر يقومون بريها يعني يسقوها بالماء إلى أن تظهر الجذور حتى تبين الجذور عند قاعدة الفسيلة وبعدها يتم فصلها عن الأم يقومون يقصوها عن جذع الشجرة الأم ويزرعوها في مكان آخر إذن هذه هي طريقة التكاثر بالفسيلة الهوائية أنه يأخذون صندوق خشبي يضعونه حول هذه القاعدة لساق الفسيلة الهوائية ويضعون داخل هذا الصندوق الخشبي تراب وسماد ويقومون بريه لمدة ستة أشهر راح يشوفون أكو تنمو بدأت الجذور تنمو ثم بعد ذلك يقومون بقطعها يقصوها ويزرعوها طبعا يفصلوها عن النبات الأم عن شجرة النخيل الأم ويقطعوها ويزرعوها في مكان آخر طبعا يأتي السؤال لماذا لا ينتشر النخيل في كل مناطق العالم؟ طبعا النخيل لا يتزرع في كل مناطق العالم وإنما في مناطق معينة الجواب لأنه النخيل يحتاج ظروف بيئية خاصة مثل الحرارة العالية والرطوبة مثل الحرارة العالية في الرطوبة مثل ما موجود عندنا في محافظاتنا الجنوبية تكثر زراعة النخيل وذلك للظروف الملاخية لمحافظاتنا في الجنوب فإذن الجواب لماذا لا ينتشر النخيل في كل مناطق العالم؟ الجواب لأنه النخيل يحتاج إلى ظروف خاصة مثل الحرارة والرطوبة وعندنا محافظاتنا العزيزة البصرة البصرة أم النخيل تشتهر بهذا النوع أو تشتهر بالنخيل بسبب الظروف المناخية إذن لماذا لا ينتشر النخيل في كل مناطق العالم؟ الجواب لأنه النخيل يحتاج ظروف بيئية خاصة مثل الحرارة العالية والرطوبة نأتي إلى النباتات التي تتكاثر بالفسائل يعني ما بس النخيل يتكاثر بالفسائل ولكن هناك نباتات أخرى تتكاثر بالفسائل من هذه النباتات نخيل الزينة ماذا نقصد بنخيل الزينة؟ هي نبات السايكس نبات السايكس فما هو نبات السايكس؟ طبعا هذا هو يشبه النخيل هذا هو نبات يستخدمونه في الزينة طبعا هو نبات غالي جدا لأنه جميل ويقاوم وهو يسمى أيضا بنخيل الزينة نبات السايكس يعد هذا النبات من أغلى نباتات الزينة وأطولها عمرا حيث يمكن أن يمتد عمره إلى خمسين عاما شكله الخارجي يشبه شكل النخلة قدروا إليه يشبه شكل النخلة له جذع أسطواني وأوراق السعف ذات ملمس ناعم وتنتهي بأشواق مدببة كما في سعف نخيل التمر إذن هذا هو تعريف نبات السايكس مع شكل النباتة إذن قد يأتي تعريف ما هو نبات السايكس؟ نبات السايكس هو من النباتات الأغلى هو من أغلى نباتات الزينة وأطولها عمرا حيث يمتد عمره إلى خمسين عاما شكله الخارجي يشبه النخلة وله جذع أسطواني وأوراق سعف ذات ملمس ناعم تنتهي بأشواق مدببة هذا هو تعريف نبات السايكس طبعا أفضل الأجواء يأتي السؤال أين يعيش نبات السايكس؟ يعيش نبات السايكس أو أفضل الأجواء لنمو نبات السايكس هي البيئة الرطبة ذات الحرارة المعتدلة البيئة الرطبة ذات الحرارة المعتدلة طبعا السؤال ما الاعتبارات التي يجب أن تراعى عند نقل وزراعة فسائل نبات السايكس؟ طبعا أولا أنه يجب أن تنقل بحذر ولا تزرع بشكل مائل باتجاه الشمس وعند نقلها يجب أن تغطى بالحشائش وسقها بالماء وتسمدها إذن هذه الاعتبارات التي يجب أن تراعى عند زراعة نبات السايكس أنه تنقل بحذر ولا تزرع بوضع ماء تجاه الشمس وتغطى بالحشائش ويجب سقها بالماء وتسمدها نأتي إلى النوع الثاني الذي يتكاثر بالفسيلة نوع الثالث قلنا نوع الأول النخيل النوع الثاني النبات السايكس النوع الثالث هو الموز إذن ما هو الموز؟ أيضا تعريف الموز مهم قد يأتي على شكل فراو وقد يأتي على شكل تعريف نبات أشبي معمر يتكاثر بالفسائل وله ساق تحت التربة تسمى بالساق الحقيقية والجزء الظاهر منها فوق سطح التربة يسمى بالساق الكاذبة إذن الموز هو نبات أشبي معمر يتكاثر بالفسائل تقع ساق الموز تحت التربة وتسمى بالساق الحقيقية أما الجزء الظاهر منها فيسمى بالساق الكاذبة هذا هو تعريف الموز لو جئنا إلى تعريف الساق الحقيقية ما هي الساق الحقيقية؟ هي ساق الموز التي تنمو تحت التربة إذن تعريف الساق الحقيقية هي ساق الموز تحت التربة هي الساق الموز التي تنمو تحت التربة وما هي الساق الكاذبة؟ هي الجزء الظاهر من نبات الموز فوق سطح التربة هي الجزء الظاهر من نبات الموز فوق سطح التربة هو الساق الكاذبة وأيضا من المقارنات المهمة جدا ما الفرق بين الساق الحقيقية والساق الكاذبة نقول بأن الساق الحقيقية تقع تحت التربة أما الساق الكاذبة فتقع فوق التربة هذه المقارنة مقارنة بسيطة جداً وسهلة وهي أيضاً من المرشحات الوزارية الفرق بين الساق الحقيقية والساق الكالبة تكتبون تحت الساق الحقيقية هي ساق الموز التي تكون تحت التربة وتكتبون تحت الساق الكالبة هي جزء الظاهر من ساق الموز فوق سطح التربة كيف تتم زراعة فسائل الموز؟ طبعاً تتكون فسائل الموز من البراعم الموجودة على الساق الحقيقية للنبات يعني هاي الساق الحقيقية الموجودة تحت سطح العفو تحت التربة راح تتكون من براعم تكون فسيلة والفسيلة تكون من براعم موجودة على الساق حيث تفصل هذه الفسائل من النبات الأم وتزرع مباشرة في التربة طبعاً أي نوع من أنواع التربة احنا قلنا بأنه التربة أو البيئة التي يعيش فيها نبات السايكسيا بيئة رطبة ذات حرارة عالية. أما التربة التي تنمو فيها أو ينمو فيها نبات الموز التربة الرملية. يجب أن تكون التربة رملية لزراعة الموز. من خطوات زراعة الموز أولاً إعداد الأرض للزراعة من خلال أولاً تسميدها. النقطة الأولى تسميدها بسماد عضوي. النقطة الأولى تسميدها بسماد عضوي. النقطة الثانية تحرث. ونقطة الثالثة تنعم وتسوى. والنقطة الرابعة يتم تخطيطها إلى خطوط تبلغ المسافة بين خطوة آخر من 75 إلى 100. هذا فراغ مهم. فراغ وزاري. قلت لك ما هي المسافة التي تكون بين خطوة آخر عند زراعة نبات الموز. الجواب هو يكون من 75 إلى 100 سنتيمتر. والخطوة الخامسة في الزراعة أن تغرس الفسائل في هذه الخطوط وتروى جيداً بالماء. إذن هذه الخطوات زراعة الموز. الخطوة الأولى تسميدها بسماد عضوي. تسميد التربة. الخطوة الثانية تحرز. والخطوة الثالثة تنعم وتسوى. والخطوة الرابعة تخطيطها إلى خطوط تسوى يعني تعدل. تكون مستوية. الخطوة الرابعة يتم تخطيطها على شكل خطوط. يعملونها هاكد على شكل خطوط. بحيث المسافة بين خطو آخر تكون 75 إلى 100 سنتيمتر. يعني تقريباً متر بين متر أو متر إلا ربع بين فسيلة وأخرى. بعدين تغرس الفسائل في هذه الخطوط وتروى به الماء جيداً. راح نتعرف على الشروط الواجب توفرها عند زراعة الفسيلة. يفضل أن تتوفر في الفسيلة الشروط المختارة الآتية. يفضل أن تتوفر في الفسيلة المختارة الشروط الآتية. طبعاً أيضاً مهم هذا السؤال وزاري. هذه النقاط مهمة تحفظوها حفظ جيد. الشرط الأول أن لا يزيد أمرها عن ستة أشهر. والشرط الثاني أن يكون قطر قاعدتها من 10 إلى 20 سنتيمتر تقريباً. الشرط الثالث أن تكون مخروطية الشكل ذات ساق كبيراً نسبياً. والشرط الرابع أن تكون سليمة وخالية من الأمراض. طبعاً تذكرون طلابي هذا السؤال جبت لكم هو بامتحان نصف السنة. هذا السؤال جبت لكم هو بامتحان نصف السنة. أغلبكم طبعاً جواب على هذا السؤال. إذن السؤال ما هي الشروط الواجب توفرها عند زراعة الفسيلة؟ الجواب أن لا يزيد أمرها عن ستة أشهر. ثانياً أن يكون قطر قاعدتها 10 إلى 20 سنتيمتر. تقريباً أن تكون مخروطية الشكل ذات ساق كبيراً نسبياً وأن تكون سليمة وخالية من الأمراض. هذه تحفظها حفظ جيد لأنها مهمة جداً ومن المرشحات في الأسئلة الوزارية. نأتي الآن إلى مراجعة الدرس. نأتي الآن إلى مراجعة الدرس صفحة 45. طبعاً أيضاً كنحلناها هاي الأسئلة طلاب مدرستنا. لكن للمراجعة. ما المقصود بالفسائل؟ ما المقصود بالفسائل؟ الفسائل طبعاً نمو جانبي ينشأ من قاعدة الساق وتطابق الفسيلة النبات الأم في خصائصها العامة. هذا هو تعريف الفسائل وهو أيضاً من التعريف المهمة. نظروا هنا يقول ما المقصود؟ يعني عرف. ما المقصود؟ يعني عرف. فإذن ما المقصود بالفسائل؟ الفسائل هي نمو جانبي ينشأ من قاعدة الساق وتطابق الفسيلة النبات الأم في خصائصها العامة. سؤال الثاني. ماذا تسمى الفسيلة التي تنمو على جدع النخلة؟ ماذا تسمى الفسيلة التي تنمو على جدع النخلة؟ الجواب الفسيلة الهوائية. الفسيلة الهوائية. سؤال الثالث. ماذا يطلق على الساق التي تنمو فوق التربة لنبات الموز؟ فوق التربة إذن تسمى الساق الكاذبة. الساق الكاذبة لأنها تنمو فوق سطح التربة. سؤال الرابع. ما الفرق؟ أيضاً هذه المقارنة مهمة أيضاً. ما الفرق بين طريقة تكثير نبات الموز والنخيل باستخدام الفسائل؟ ما الفرق؟ الفرق أنه فسيلة الموز تكون ساق حقيقية لأنها تكون تحت التربة فهي ساق حقيقية. أما فسيلة النخيل فهي ساق كاذبة لأنها تكون فوق سطح التربة. فإذن الجواب هو أنه فسيلة الموز ساق حقيقية وفسيلة النخيل ساق كاذبة. أما التشابه أنه اثناناتهم يتكاثرون بالفسائل. يتكاثرون بالفسائل. اختر الإجابة الصحيحة. جنس النخلة الناتجة من فسيلة مأخوذة من شجرة مؤنثة. شجرة مؤنثة. ألف مذكرة غير معروف جيم مؤنثة وعدان مختلطة. إذن الجواب هو جيم. بما أنه ذكرة هي شجرة مؤنثة لأنها تطابق. تطابق الفصيلة للأم. فإذا كانت مؤنثة مؤنثة. إذا كانت الشجرة مذكرة الفسيلة تكون مذكرة. فالجواب هي مؤنثة. يعني من اندحق. نشوف السؤال إذا كانت شجرة مؤنثة. اندحق على آخر كلمة مؤنثة. إذن الفسيلة تكون مؤنثة. أما إذا قالنا شجرة مذكرة. فالفسيلة تكون مذكرة. فإذن الجواب الصحيح هو بما أنه شجرة مؤنثة. إذن الفسيلة تكون مؤنثة. سجساً. عند زراعة الموز تترك مسافة. هذا أيضاً السؤال مهم. بين خط وآخر قدرها هل 85 إلى 120 بقى 65 إلى 90 جيم 75 إلى 100 أمدال 70 إلى 90. الآن الجواب هو 75 إلى 100 سنتيمتر. التفكير الناقد لماذا يفضل استخدام الفسائل التي تكثير النخيل عن استخدام البذور؟ الجواب أولاً أنه البذور تحتاج وقت طويل حتى تنمو. وثانياً طبعاً الفسائل تقاوم الظروف المناخية. والفسائل تنتج نباتات ناضجة في مدة زمنية قصيرة. في مدة زمنية قصيرة مقارنة بالتكاثر بالبذور. فإذن الجواب أولاً أنه الفسائل تقاوم الظروف المناخية. وثانياً أنه الفسائل تنتج نباتات ناضجة في مدة زمنية قصيرة. مقارنة بالتكاثر بالبذور. نأتي إلى مراجعة الفصل صفحة 48. سؤال أول فراغات. قولاً يسمى الجزء الظاهر من ساق الموز فوق سطح التربة فراغ. الجواب الساق الكاذبة. ثانياً طبعاً الفراغات مثل ما قلت لكم بالدرس الأول. الفراغات بالأسئلة الوزارية تأتي من هذه الفراغات. مع أسئلة مراجعة الدرس وفراغات مراجعة الفصل. إضافة إلى الاختيارات أيضاً قد يأتي في بعض الأحيان فراغ من ضمن الاختيارات. يسمى النمو الجانبي الذي ينشأ من قاعدة الساق لبعض النباتات يسمى النمو الجانبي. ماذا نسميه؟ يسمى بالفسيلة. من أنواع التطعيم، نوع من أنواع التطعيم يسمى التركيب. لأن هناك نعطينا أخطر الإجابة الصحيحة من هذه. فيسمى التركيب هو نوع من أنواع التطعيم. يسمى جزء ساق الموز الذي يقع تحت سطح التربة. ماذا نسميه؟ الساق الحقيقية. إذن بما أنه هو تحت سطح التربة، فإذن الجواب الساق الحقيقية. نوع من أنواع الفسائل ينمو مرتفعاً عن الساق. بما أنه مرتفع عن الساق يسمى ماذا نسميه؟ الجواب الفسيلة الهوائية. الجواب الفسيلة الهوائية. نوع من أنواع التكاثر الإصطناعي يتضمن أخذ جزء من نبات وربطه إلى نبات آخر. هو، لنسميه هذا النوع من التكاثر الذي نربط به، بما أنه بها عملية. ربط، إذن الجواب هو التطعيم. الجواب هو التطعيم. نأتي إلى أختر الإجابة الصحيحة. أفضل البيئات لنمو نبات الساكس. ألف الرطبة ذات الحرارة العالية. باء الجافة ذات الحرارة المعتدلة. وجيم الرطبة ذات الحرارة المعتدلة. ودال الباردة ذات الحرارة المعتدلة. الجواب هو جيم. الجواب هو جيم. إذن الجواب هو جيم. نبات الساكس ينمو في المناطق الرطبة ذات الحرارة المعتدلة. سؤال الثامن يسمى الجزء الظاهر فوق التربة من نبات الموز بالساق الكاذبة ألف هل هو الساق الحقية؟ باء الساق الكاذبة جيم الساق الأولية والساق الابتدائية الجواب هو الساق الكاذبة شوفوا كم رجاء على شكل فراغ الساق الحقية والساق الكاذبة يأتي على شكل فراغات وسوف نأتي إلى بقية الأسئلة رح يأتي على شكل مقارنة بين الساق الحقية والساق الكاذبة إذن مهم جداً طبعاً الساق الحقية والساق الكاذبة هنا جاء على شكل فراغات هنا جاء على شكل اختيارات فإذن يسمى الجزء الظاهر فوق التربة من نبات الموز يسمى به الساق الكاذبة الساق الكاذبة ما الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الطعم؟ ما هي الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الطعم؟ طبعاً أول صفة أنه يكون من النبات المرغوب بتكسيره هو من النبات المرغوب بتكسيره ويحتوي على برعم واحد أو أكثر ويكون خالي من الأمراض إذن الصفات التي يجب أن تتوفر في الطعم أن يكون خالي من الأمراض أن يكون خالي من الأمراض وأن يحتوي على برعم واحد فقط يحتوي على برعم واحد أو أكثر يحتوي على برعم واحد أو أكثر إذن الصفات أنه يحتوي على برعم أو أكثر وثانياً هذه النقطة الأولى والنقطة الثانية خالي من الأمراض يكون خالي من الأمراض سؤال عاشر لماذا تستخدم طريقة التطعيم بالتركيب في بعض الفواكه لماذا تستخدم طريقة التطعيم بالتركيب هذا أيضاً مهم الجواب أولاً للحصول على أصناب جديدة وثانياً لأنه يصعب أو يصعب الحصول على برعم واحد من بعض النباتات مثل نبات العنب إذن لماذا تستخدم طريقة التطعيم بالتركيب؟ أولاً للحصول على أصناب جديدة من النباتات وثانياً لأنه هناك بعض النباتات يصعب الحصول على برعم واحد منها مثل العنب لهذا تستخدم هذه الطريقة طريقة التطعيم بالتركيب هذا هو الجواب وهو سؤال مهم أيضاً ما هي أنواع الأقلام التي تستخدم في تكاثر النباتات؟ طبعاً الأقلام الساقية ثانياً الأقلام الجذرية وثالثاً الأقلام الساقية والأقلام الجذرية والأقلام الورقية أيضاً سؤال أيضاً مهم لماذا تكون الفسيلة النامية حول قاعدة نخلة التمر أيضاً؟ هذا مهم وذلك لأن الفسيلة النامية تحتوي على جذور تساعدها على النمو بسرعة لأن الفسيلة النامية تحتوي على جذور تساعدها على النمو بسرعة صف الشكل الخارجي لنبات السايكس طبعاً يشبه النخلة له جذر أسطواني أوراق ذاتها ملمس ناعم تنتهي بأشواق مدببة ما التربة؟ الأصلح لزراعة الموز طبعاً التربة الأصلح لزراعة الموز هي التربة الرملية وكيف تعد؟ طبعاً أولاً تسوى التربة أولاً تسميدها بعد ذلك تحرث وتسوى وتنعم ثم يعمل على شكل خطوط بين مكان آخر وهذه المسافة تكون من 75 إلى 100 سنتيمتر ثم تغرس الفسيلة وتروى بالماء نأتي إلى السؤال السؤال 15 المقارنة ما الفرق بين التكاثر بالفسائل والتكاثر بالأقلام؟ الجواب أنه التكاثر بالفسائل يتم باستخدام جزء كامل يتم باستخدام جزء كامل وهو الفسيلة يعني تزرع الفسيلة كاملة أما التكاثر بالأقلام فهي يتم تقطيع الغصن إلى عدة قطع ثم تغرس في التربة إذن الفرق هو أن التكاثر بالفسائل يتم بزراعة الفسيلة كاملة أما التكاثر بالأقلام يقطع القلم أو الغصن إلى عدة قطع وتغرس في التربة لماذا سؤال 16 لماذا يحرص المزارعون عند زراعة الفسائل إلى عدم وضعها بشكل مائل نحو أشعة الشمس لحماية القمة النامية للفسيلة لحماية القمة النامية للفسيلة سؤال 17 ما الخطوات التي يتبعها المزارع عند تطعيم غصن برتقال على ساق النارنج الخطوات أنه يأخذ الطعم من شجرة البرتقال أولاً يأخذ الطعم الطعم يأخذ الطعم من شجرة البرتقال يعمل شق في ساق نبات الأصل على شكل حرف T ويضع هذا الطعم في الشق ويربطه بإحكام إذن الخطوة الأولى أنه يأخذ طعم من غصن البرتقال الخطوة الثانية يأتي على نباتة النارنج يعمل شق على شكل حرف T ويضع غصن البرتقال في هذا الشق ويربط بإحكام طبعاً هذا الغصن يجب أن يحتوي على برعم واحد أو أكثر السؤال الثامن عشر اكتب وصفاً لتكاثر نخلة التمر باستخدام الفساء الهوائية طبعاً مثل ما شرحناه عن الصندوق الخشبي أنه يوضع صندوق حول الفسيلة الهوائية ويملأ بالتربة وبعد مدة طبعاً يقومون بيري هذا الصندوق لمدة ستة أشهر إلى أن تبدأ ظهور الجذور بعدها تفصل الفسيلة عن الفسيلة الأوم وتزرع في التربة ماجنس النخلة النامية المأخوذة من شجرة مؤنثة أيضاً هذا مهم الماجنس النخلة النامية المأخوذة من فسيلة مؤنثة إذن الشجرة بما أنها أخذت من فسيلة مؤنثة ومن شجرة مؤنثة فالنخلة سوف تكون مؤنثة التوقع هو أنه مؤنثة لأنها تطابق الفسيلة الأوم أو تطابق النباتة الأوم السؤال الرقم 20 قارن بين الساق الحقيقية والساق الكاذبة أيضاً مهم الساق الحقيقية تنمو تحت التربة الساق الحقيقية تنمو تحت التربة أما الساق الكاذبة تنمو فوق التربة سؤال الحادي والعشرين لماذا يلجأ المزارعون لتكثير النباتات بطريقة التطعيم قلنا طريقة التطعيم للحصول على أصناف جديدة ذات مواصفات أو ذات صفات مرغوبة الجواب للحصول على أصناف جديدة من النباتات ذات صفات مرغوبة وأعزائي التلاميذ إلى هنا يأتي مراجعة الوحدة الأولى سوف نقوم إن شاء الله بتنزيل التعاريف والتعاليل والمقارنات في نهاية هذه المراجعة كتلخيص بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته